المفتي يطالب المصريين بالادخار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد طالب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم طالب جموع المصريين ومشجعا إياهم على الإقبال على عمليات الادخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المبتمع وتفيدهم وقال مفتي الجمهورية في تصريحات له إن الحفاظ على المال أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية ودعا الإسلام للحفاظ عليها مضيفا أن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة وشدد مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يعرف بالمستريحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال فضلا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن هناك فرقا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية حيث أن القرد المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرد عن طبيعته ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق أما البنك فلا لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية وإنما القصد الوكالة عن المودة في استثمار ماله فالعلاقة ليست علاقة قرد بين البنك والمودة بل هي علاقة استثمار فما يأخذ العميل في إطار الربح هلل